هذه مشكلة أن الإنسان صايمه مع جمحال صايمه صخت وبالعكس والإنسان أنه عندما يقدم على عبادة يقدم عليه ويحبه أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فكيف الإنسان يقبل وهو كاره وهو كاره لما فإذا كارهت فسيكره الله عز وجل عملك الجزاء من جنس العمل فإذا أحببت عبادة الله أحبك الله وإذا كرهت عبادة الله كرهك الله الجزاء من جنس العمل عجيب أن الإنسان ربما يصوم لأن المجتمع حوله يصوم ولو كان يستطيع لا أفطر ولكن الأم والأب والإخوان وكدو الجيران فيا لاطيف هاتش هر كيفاش غير يدوز أنا أقول لكم صراحة ما عنده شي صيام أن أصلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى أدر عنده في الدماغ دياله لو أنه وجد فرصة للإفطر لا أفطر لا والإنسان يبيت الصيام بليل وينوي يعبد ويطلب من الله عز وجل ويتوسل إلى الله عز وجل في أن يقبل منه كيف هو كاره يذهب إلى المسجد وكاره يصلي وهو كاره الله عز وجل قال فإذا يعني ساعة وساعة ولكن لا أقل من أن يؤدي الفرائد ما طلبناش لله عز وجل ما طلب شو من يقيم الليل ويجير يا سيد يا خمس صلوات ورد في الحديث صحيح من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصلحة في جماعة فكأنما قام الليلة كله يا الله العريص صلغي صلوات الخمس في المسجد وهو بألف خير من كلف يعني إياكم والغلوة في الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلوة في الدين إذن إنسان مقبل على تشدد ويشدد على نفسه وهو كاره لا هذا غير مطلوب لا أقل من أن يقوم الإنسان بالفرائد ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ولكن أن لا يكون كارها لابد من رضى النفس وأنشرح الصدر بهذه العبادة هذا هو